المقبلة الأولى هنا عندي كوب ونصف ديال تقيق ديال الفرينة يعني تقيق القمح الرطب الكامل هنا غلتستعمل أربعة ديال معلق ديال زيت الزيتون ممكن تستعملوا الزبدة ولكن هاد الملحات هتجيزوين بزيت الزيتون نخلط مزيان دقيق مع الزيت هاد العملية ضرورية باش كي يجينا يعني كتجينا لابات كتجي سابلي هنا غنزيد الملحة غنزيد فيها هنا يا الزنجلان يعني ملعقتين ديال الزنجلان لي ما محمرش غنزيد بيضاء اللي ممكن تستغنوا عليها ممكن تستعملوا جمعوها غيب الماء غدا نزيد بالنسبة التوابيل يعني اللي غنستعمل غنستعمل فيها غي شوية ديال الحار غنزيد الأعشاب هنا هي استعملت الزعطرة ممكن ديروا الزعطرة والزعتار ممكن ديروا أزير ممكن ديروا الأعشاب اللي بغيته هنا كيف شويتو زيتغي شوية ديال الحار سفي هادو هما التوابي اللي استعملت وغدا نزيد هنا واحد المعلقة ديال الخميرة البلدية اللي ممكن تستغنوا عليها إلا ما عندكمش الخميرة البلدية ممكن تستعمل بيكاربونات يعني غير راس ديال المعلقة يعني غي شي شوية مخلط مع معلقة ديال الخل سفي دا بغن نجمعها ديك البيضاء مجمعتها شلية غدا نزيد واحد شوية ديال الماء حتى تجمع وهي في صراحة إلا بغيتو تكون صحية أكتر خاسكم تخليوها تخمر يعني خليوها تخمر أنا ما خليتهاش تخمر بزاف خليتها ترتحقي ساعة سافي وستعملتها هنا بالنسبة الحوشوة باش غدا نعمر هنا زيت الملحة بالنسبة باش غدا ندير داب التوابيل بغيت باش ديك البصلة والطماطم تلقوا الماء هنا زيت الملحة وغدا نزيدتها شوية ديال بزار بالنسبة للطماطم هاد طماطم السوغيز اللي استعملت تقدرو تزولو لها يعني زرعة ديالها باش ما اطلق لكم شل ما فتخت هنا كيف شفتور اني زيت الاعشاب المناسيمة زيت شوية ديال الآزير شوية ديال الزيطرة وتوابيل اللي غنستعمل هي الملحة وليبزار فقط هاد شي اللي استعملت لانا استعملت ليبزار ما شي الفلفلة حارة لانا هادا كدت والبزار كدت وتم زيان مع ماطيشة إلا ما كنتوش انتو ما يعني كدت استعملوا الليبزار ممكن تستغنوا عليه سافينا غن نحركم بزيان وبين ما ارتحت لي العجينة غنخليهم يطلق لي المبزيان ديك ماطيشة هنا سافي مرات قريبا يعني ساعة غدا نطلق العجينة طلقتها يلا هجت على قد هادا هاد المول الطويل اللي عندي هنا كنحاولوا نتكو هاد العجين باش الفون دو تاخت باش ما تنفخش وف هاد الاتناء راني سخنت الفون درجة ديال الحرارة ديالو ميتين وعشرين سافي وغدا ناخد البصل غدا نديره والسحت على ود الماضاق باش يطلق الماضاق هاد لا تاخت هدي كتجي زوينة بزاف إلا بغيتو ممكن نزيدو لها الجبن اللي عندكم يعني كتجي يحتب الجبن يعني ديالجبن المصنوع في الدار سافيوكن بدا نستف يعني الطماطم السوغيز اللي مقطعوهم على زوج اللي كيف قلت لكم الاحسن زولوا ليهم الزرية عادية لهم سافيغا نستفهم هكدا يعني نستمر بنفس الطريقة حتى غدا نكملها وكان هاد الطغط هدي الى عجباتكم جربتوها وعجباتكم قلوها لي في التعاليق ان شاء الله غدا نشارك معكم وحدة يعني عندي ثلاثة ديال كنحضرها بثلاثة ديال الطرق نشاركهم معكم ان شاء الله نعن نصورهم ليكم يعني كينا وحدة حلوة وكينا وحدة مالحة هنا داك البصلة اللي بقعت وواحد شوية ديال الماء خليتو المال اللي تلقات البصلة والماطيشة خليتو باش غير خفلية ديك البيضة لان البيضة اللي درتوها بوحدها كتجي ناشفة هكدا كترخف وفي نفس الوقت تحتل الماداق يعني كينا الاعشاب المنسيمة كينا مليحة تقدرو تزيدو لابغيتو تزيدو الاعشاب المنسيمة ما كتجيش بينا بالمرة ريحت البيض لانا كين البصلة اتقريبا قطعة حبة ديال البصلة هنا قطعة رقيقة باش كتطيب وكتخلي وهالطيب مزيان 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 باش ما يدرناش هادك الدقيق خاصة ملي كيكون يعني ما مخامرش بزاف فخلي وعطيه وقته في الطياب يعني هاد الطخت هادي اللي كتكون مع مرة بحلكة كتبغين خليوها الطيب يعني ملي تباليكم تحمرات نزلو درجة الحرارة ال 180 وخلي ودخلي هالطيب مزيان 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 حتى تنشفه تجي مقرمشة من التحت هنا غدا ندوز باش غدا نوجد واحد صلاطة اللي كتجي بنينة بزاف هاد صلاطة اللي غا نشارك معاكم كيجي ولدادين بزاف هنا بالنسبة الاخوات اللي كيسولوني دائما على الحبق هذا هو النوع دي الحبق كيفاش درت لي راني شريت كان شريته واحد اللغي وحيد المحيبق صغيور وزرعتو وماشاء الله راني كقطع منو كنت تعملوه كيعودي خلفك يعودي كبر ما شاء الله هنا كيفشدو قطعت الوريقات دي الحبق وخديت هنا يا بصلة حمراء خديت النصف ديالها قطعتو هاد الصلصة هادي رفيتة شاركتها معاكم وكتجي زوينة بزاف 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 خاصة تنفذ الايام ديال الصيف اللي ما كيبغيش البصلة تكون بينا نفس الطريقة نفس المكونات كتطحنو كل شي يعني هاد شي اللي استعملت كتطحنو عواد ما تخليوا هاكدا كتطحنو كل شي وكتستعملو بحل ببيسطو دوك هناخ ديدوك الوريقات غير الوريقات يعني ما كتستعملوش دك الهدا تيج غير الوريقات سافيكن قطعهم غي قطعهم بالمقص باش ما يكحلوش ليكو قطعهم يكونوا قطع شوية بينين هاد السلصرة كتجلدي ده بزاف يعني ممكن تديروها بزاف ديال السلاطات حتى السلاطات اللي فيها المال حلو حلو اللي فيها الفواكه والخضر مخلطين مع بعضهم دوك المكونات هي نصف حبة ديال الباصال مقطعة رقيقة رقيقة يعني رقوها ما امكن والحبق ووريقات ديال الحبق الى ما عندكمش الحبق ممكن تعودوها اما بالقصبر اما بالمعدنوس اللي كيعجبكم فيهم هناك نزيد الخل ديال تفاح الى ما عندكم استعملو حامضة معصرة وهنا استعمل شوية ديال فلفل حارة والملحة والملحة بطبيعة الحال ضروري الملحة لا تكتروش يعني كتبقى تضوقو لانا معا فيها الخل ولا لدرتو الحامض ارى باش مجيكمش يعني مالحة نحتاجوش نديرو الملحة بزا وبالنسبة للناس اللي عندهم مشاكيل يعني مخصومش استعملو الملح اراكين السيماك يعني ملي كتديروها كدف هات السلصات كي يعوض لكم الملح يعني بلاش ما تستعملو الملح حتشي نار ان شاء الله ونوريه لكم كيفاش داير سافي هنا كيفشتون نصغا نستعملو هنا ونصغا نستعملو في صلاطة ديال البيض هات الصلاطة ديال البيض كي حماقو عليها الوليدات هادي تقدرو تدريو بها صندويج هادي كتمشيف بزاف ديال الواصفات سافي كيف كتشوفو يعني كناخد نص الكمية اللي بقالية واللي ازتوف هات الصلاطة ديال البيض هنا عندي تقربا شي خمسة ديال الحبات ديال البيض سلقتهم حاولو تاخدو الى امكان يعني بيض بيو او او بلدي البيضرة مهم بزاف خاصة الوليدات سافيو كننزلها هاكدا او كيف قد لكم اراها كتمشي يعني تقدرو تدروا بها هاكدا تااخدوها هاكدا وتزيدوا معها السلاطة يعني سلاء الخص و تدروا بها صندويجات كتجي بنينا بزاف زاف زاف خفيفة طرت حمرتها مزيان خليتها طبط مزيان تعجبني تكون بحلاكة تتحمر مزيان وتكون مقرمشة زيت لها شوية الحباق وزيت الزيتون تجيبنينا بزاف ممكن تزيدوا الحباق حتى لداخل مع البصلة ومطيشة مني تكونوا تستفوهم في هادو ماء السلطات تجيبنينا بزاف هادي ديال الفقوس هادي ديال الفقوس اللي بالبصلة اللي حكيت يعني حبة ديال الفقوس حكيتها وزيت لها ديك السلطة وهادي طرت ديال ديال بصلة ومطيشة والحباق والاعشاب المنسيمة وهادي سلطات ديال البيض اللي كتجيبنينا بزاف وكي بكت لكم ممكن تقدموا يعني ممكن تدروا بها السندويتشات فهت الصيف تمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائحه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة